قتلى وعشرات الجرحى ودمار كبير في تفجيرات بالعاصمة الأغندية كامبالا حدثت بالمنطقة التجارية المركزية وبالقرب من المقر العام للشرطة ومدخل البرلمان حيث ألغى هذا الأخير جلسته المقررة الثلاثاء طالبا من أعضائه تجنب المنطقة الشرطة المحلية وصفت العمليات بالإرهابية فاتحة على إثر ذلك تحقيقا لتحديد هوية الجهة الفاعلة ومتسهمة في ذات الوقت القوات الديمقراطية المتحالفة بالوقوف خلف ذلك وهي أحد أكثر المجموعات المسلحة خطورة من بين 120 أخرى تنشط على الحدود مع الكونغو الديمقراطية من جانبه الاتحاد الافريقي على لسان رئيس مفوذيته موسى فكي دان بأشد العبارات التفجيرات مؤكدا تضامن الاتحاد مع شعب وحكومة اغندا سلسلة من الانفجارات شهدتها كامبالا في الفترة الأخيرة اتهمت فيها السلطة نفس المجموعة على غرار ما وقع أواخر أكتوبار الماضي حيث تم تفجير حافلة في عملية تبناها تنظيم داعش الإرهابي وكان الرئيس الأوغندي قد رجح حينها فرضية العمل الإرهابي متواعدا بملاحقة مرتكبه السفارة المصرية في اغندا من جانبها طلبت من جاليتها تجنب الأماكن المزدحمة واتخاذ عقصى درجات الحذر أثناء التواجد في الأماكن العامة